عبر مشيع الشيخ مكي الكبيسي رحمه الله ومحبوه عن عميق حزنهم بهذا المصاب الجلل مؤكدين أن العراق فقد عالما وداعية وقدوة ورمزا من رموز الفكر والدعوة كما عرفناه ملأ الدنيا علما وتربية للشباب المسلمين وكان رجلا معتدلا وقد أرشد الناس إلى ما فيه خير الدنيا وصلاح الآخرة الشيخ مكي كان الناطق بالحق والناطق بالكلمة الصادقة والبعيدا عن الفتنة فحورب بماله وأهله وناسه حورب بكل شيء يمتلكه إذا كان هناك في العراق علماء فهو من أبرز علماء العراق علما وخلقا وتربية وتطبيقا وكلمة في الحق اختصاصه في الحديث معروف في علم الحديث وكذلك في بقية العلوم فهو موسوعة حقيقة دكتور مكي موسوعة وكان يتميز عن الآخرين فإنه كان يطبق ما يتعلمه وما يعلمه للناس اليوم حقيقة فاجعة لأهل الفلوجة وفاجعة لأهل العراق بل هي فاجعة لكل العالم الإسلامي كان هذا الرجل عالما عابدا ورعا قدم للدين ما قدمه من خلال منبره ومن خلال محاضراته ومن خلال فقهه فقد قدم الكثير الكثير فجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير اشتركوا في القناة